يا أخوان قرأت حديث جدا عجيب الحقيقة والله إني ماني قادر أوقف ابتسامتي دي الحديث عن آخر واحد يدخل للجنة آخر رجل يدخل للجنة ويحط رجلها في الجنة لها قصة عجيبة جدا 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 طبعا أنا رح أشرح لكم إياها بالعامية عشان تفهمونا أو الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رح أحط لكم إياها هذا الرجل كان يمشي على الصراط المستقيم ونار جهنم تلسعه يمين ويسار الكلاليب اليمين ويسار تتنزعه يمين ويسار فينجيه الله سبحانه وتعالى من نار جهنم في يوم يوصل يناظر في جهنم ويقول تبارك الله الذي أنجاني منك يقصد بها جهنم والله إني أعطيت شيء ما أعطي أحد من الأولين والآخرين أهم شيء إن الله سبحانه وتعالى نجاني من جهنم غيرها خلاص أنا يكفيني جلستي هنا فالله سبحانه وتعالى يبتليه ويضرر له شجرة شجرة فيها ماء وظل في ناظر هذا الرجل في هذه الشجرة طبعا النار جهنم حارة في الجو اللي هو جالس فيه مهم طيب فيتمنى هذا الرجل إنه تحت هذه الشجرة يشرب من ماءها ويصدر بظلها فيطلب الله سبحانه وتعالى ويقول له يا رب أدنني منها يا رب أصدر بظلها واستقي من ماها فيقول له الله سبحانه وتعالى سأدنيك منها ولكن بشرط ما تطلبني شيء بعدها لا تطلبني شيء غير هذه الشجرة فيقول يا ربي لا أطلبك غيرها أبدا بس أبغى أستضل بظلها واستقي من ماها فيدنيه الله سبحانه وتعالى من هذه الشجرة فيستضل بظلها ويشرب من ماها فيبتليه الله سبحانه وتعالى بشجرة أفضل من الشجرة اللي هو تحتها فيطالع إلا بهذه الشجرة أفضل من الشجرة اللي هو فيها فيشتهيها فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة والله ما أطلبك غيرها هذه الشجرة فقط فيقول لها الله سبحانه وتعالى يا عبدي أنت ما قلت لي قب شوية إنك ما راح تطلبني غيرها فيقول يا ربي والله ما أطلب غير هذه الشجرة خلاص فيذنيه الله سبحانه وتعالى من هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب مماها فيبتليه الله سبحانه وتعالى بشجرة أعظم من الشجرة اللي هو تحتها لكن هذه الشجرة تكون أمام باب الجنة قدام باب الجنة بالضبط فينادي الله سبحانه وتعالى يا رب يا كريم أدنني من هذه الشجرة أصدل بظلها وأشرب مماها فيقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم ألم تعاهدني لا تسأني بعدها شيئا فيقول هذا الرجل بلى يا رب والله سبحانه وتعالى يعذره للمرة الثالثة لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه يشوف شيء حظيم شيء ما ينصبر عليه فيدنيه الله سبحانه وتعالى من هذه الشجرة عند باب الجنة وهو جالس سحة الشجرة يسمع أصوات أهل الجنة يستمتعون ويسولفون مع بعضهم فيتمنى هذا الرجل إنه في الجنة في نادي الله سبحانه وتعالى ويقول يا ربي أدخلنيها يا رب وهو فقط بس سمع أصوات أهل الجنة فكيف لك بأهل الجنة نفسه الله يجعلنا من أهل الجنة في رد الله سبحانه وتعالى عليه ويقول له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها عليها يعني مثل الدنيا مرتين حين هذا الرجل ينصدع ما فيقول هذا الرجل يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين من الصدمة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليش يا رسول الله ضحكت فيقول من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أنا لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر فيقول الله سبحانه وتعالى له سل سل كذا وكذا يعني أطلبني أعطيك أطلب اللي تبغاها أنت في يجلس يتمنى ويقول لله سبحانه وتعالى أماني أبغى كذا وأبغى كذا وأبغى كذا وأبغى كذا فيقول لها الله سبحانه وتعالى هو لك وعشرة أمثاله هو لك وعشرة أمثاله كل أمنية تمنيتها لك مثلها وعشرة أمثالها فيدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة فيدخل بيتها في الجنة فيدخلون عليه زوجتين من حور العين فأول ما يدخلون عليها الحور العين يقولون له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطي وهذا ترى أقل درجة من درجات الجنة أن تعطى مثل الدنيا عشر أمثالها الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة يا رب العالمين